مشاهدين الكرام اهلا بكم في النشرة الجوية وقدموها لكم من اوال قناة اخبارية في الجزائر اذا اجوى مستقرة وربيعية على اغلب المناطق الشمالية للوطن بالجنوب اجوى مستقرة على العموم مع التطاير بعد الرمال محليا نستهل نشتنا الجوية بسورة القمر الاسدناعي توضح لنا اجوى صوفية على العموم باغلب المناطق الشمالية حتى على معظم المناطق الجنوبية للوطن نسل بكم مشاهدين لتفاصيل الوضعية الجوية اليوم الاثنين بداية بحركة الرياح نتوقع هبوب ريح راح تكون ضعيفة إلى معتدلة نسبيا على اغلب المناطق الشمالية للوطن لن تتعدى سرعتها 40 كم في الساعة بالمناطق الجنوبية هبوب ريح معتدلة تصل 50 كم في الساعة تؤدي لتطاير بعد الرمال محليا وعن الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة الاثنين نتوقع بإذن الله اجوى مشمسة على العموم بكل السواحر الوطنية سحب عابرة على المناطق الداخلية غربية بالجنوب جوء مغشات جسئيا على اغلب المناطق الجنوبية للوطن مع رياح معتدلة على المناطق الجنوبية وتطاير للرمال على السورة حتى بالجنوب الغربي والصحراء الوسطى درجات الحرارة المرتقبة لصبيحة الاثنين تصل بإذن الله إلى حوالي 12 درجة على وهران والجزائر العاصمة سبع درجات على تلمسان وقلمة سفر درجة على السطيف درجتين على باتنا درجة درجة على عنابة أربع درجات على لغوات درجة واحدة على البيض نعامة مشرية حتى تيار التأوى الجلفة سنسجل بالجنوب 19 درجة على عين 18 درجة على أدرار 15 درجة على منطقة تيندوف 21 درجة بي إليزي واجنات 26 درجة على عين في ظاهرة الاثنين نتوقع بإذن الله أجواء مشمسة ومستقرة على العموم بكل المناطق الساحلية للوطن تكون شبه رعدية بالمناطق الداخلية غربية والمناطق الداخلية وسطة بالجنوب أجواء مشمسة إلى قليلة الصحب على معظم المناطق الجنوبية لكنها تكون شبه رعدية على أقصى الجنوب الجزائري مع تطير للرمال بالصحراء الوسطى حتى على السورة والجنوب الغربي درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة الاثنين تصل بإذن الله إلى حوالي 22 درجة على منطقة وهران 23 درجة بيتلمسان 21 درجة على الجزائر العاصمة تيبازا وابو مرداس 20 درجة على العنابة 24 درجة على قلمة 22 درجة على البيض عام مشرية ومنطقة تيزي وزو سنسجل بالجنوب 38 درجة على عين سالة 32 درجة على منطقة تيندوف 39 درجة على أدرى 40 درجة كأعلى مقياس بمنطقة عينجزام 34 درجة على إليزي وجانت وعن حالة البحر اليوم الاثنين البحر بإذن الله سيكون قليل الاتراب على كل السواحل الغربية والوسطى مع رياح ستكون جنوبية غربية تتروح سرعتها ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الشرقية للوطن البحر سيكون جميل إلى قليل الاتراب مع رياح ستكون مختلفة الاتجاه إلى الشرقية تتروح سرعتها ما بين 15 حتى 25 كم في الساعة قبل أن نختم نشتنا الجوية نتجه اليوم لولاية البويرة والتي تقع شمال البلاد فإن التقص بها أيام الاتنين ثلاثة والأربع رح يكون تقص ربيعي مستقر ومشمس مع درجات حرارة الدنيا تتروح ما بين 8 و 11 درجة أما القصوى ما بين 23 و 29 درجة الريح فيها ستصل إلى حوالي 35 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة رح تكون حوالي 45 بالمئة كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقص يوم الاتنين والله أعلم شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله